محمد أبوستيت يحصد لقب بطولة العالم للكيك بوكسنج وده خبر أكيد أسعدنا جدا العقيد الدكتور محمد عبدو أبوستيت حقق لقب بطولة العالم للكيك بوكسنج الـ Air 4C1 بعد فوزه على بطل روسيا من أيام في البطولة لعبة على السلام وغطى بستاذ القاهرة الماتش كان قوي جدا وطويل جدا بالاثنين لعبة ولكن نجم مصد إنه يفوز على بطل روسيا اللي عنده خبرة طويلة في اللعبة ومن أبطال العالم في اللعبة دي الماتش ده حضر جمهور كبير جدا لتشجيع فريق قوات الجوية المصرية المكون من 11 اللاعب ولعبة وكان فيه مقدمتهم الدكتور أشف صبحي وزير الشباب الرياضة وده صور من اللقاء وبعد الماتش قدم العميد محمد أبوستيت إنه استعد للماتش ده بعد رحلة تدريب مكسفة استمرت لـ 45 يوم ده طبعا صورة النجمنة الكبير جدا محمد أبوستيت وإنه بيشكر قوات المسلحة المصرية والدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب الرياضة والتحاد المصري كيب بوكسنج على دعمهم كبير ودي حاجة مش غريبة رجال قوات المسلحة دايما عند المعاد ودايما لما بتلقى عليهم مسئولية بيكونوا أدها مبالك بقى لو دخلوا مجال الرياضة بيبقى الموضوع مختلف جدا ألف منهم مبروك سيادة العقيد نتمنى لك كل التوفيق وحاجة مشرفة لمصر بمعنى الكالبة